لا يعكس جمال الطبيعة جنوب ألمانيا مكانا عقاد قمة مجموعة السبع لا يعكس مقدار الأزمات التي تمر بها هذه الدول التي تتحضر اتخاذ قرارات مصيرية ستحدد مستقبل أوروبا وربما العالم في ظل استمرار الغزو الروسي لأوكرانيا وتكثيفها القصف على العاصمة الأوكرانية كييف بشكل وصف بالوحشي بالتزامن مع عقاد القمة وبينما أعلنت كل من الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا واليابان أنها ستحضر وردات الذهب الروسي ضمن جهود تجديد العقوبات على موسكو وقطع السبل تمويلها حربها على أوكرانيا اكتفت فرنسا بإعلان تأييدها إعلان أكدت لجنة الدفاع في مجلس العموم البريطاني أنه لا يكفي لجعل روسيا تنهي هذه الحرب وسيغري بوتين بممارسة خططه في مكان آخر في أوروبا مستقبلا على الأرض يظهر بوتين ماضيا في خططه على الخريطة الأوكرانية بدءا من كييف التي تأن من جراء القصف مرورا بمقاطعات أخرى شمالية البلاد والتي ستكون محاصرة مع بدء موسكو تزويد بيلاروسيا بأنظمة صواريخ إسكندر إم المزودة بقدرات نووية ومع انسحاب الجيش الأوكراني من مدينة سيفرو دونتيسك أهم مدن دونباس يتضح أكثر مدى أهمية النداءات التي توجهها أوكرانيا للمجتمعين في قمة السبع لدعمها وتزويدها بالصواريخ والعتاد في الوقت الذي يؤكد مراقبون أن الغرب لا يريد إنهاء المعركة في محاولة لاستنزاف قدرات روسيا وإضعافها اقتصاديا وعسكريا هدف سيزيد حجم الخسائر بين الطرفين في حرب خرجت عن كونها حربا عادية ويمكن أن تدخل في قائمة أكثر الحروب دمموية إذا ما استمرت حتى بداية عام 2023 وحتى لو نجح حلف الناتو وروسيا في عدم الانزلاق إلى صراع مباشر لا تزال المخاطر تنطوي على استخدام الأسلحة النووية